قالت الخارجية الأمريكية إن حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا تشمل 682 مليون دولار إضافية كمساعدة خارجية لتحفيز الدول الحليفة على تقديم معدات عسكرية لأوكرانيا فمن هي الدول المعنية بهذه الحوافز؟ وهل يعني لجوء واشنطن لتحفيز الحلفاء على الاستمرار في دعم أوكرانيا تراجع هذا الدعم في المدة الأخيرة؟ وهل ما زالت لحمة ناتو وشركائه في الالتزام بدعم أوكرانيا صلبة ومتينة مثل ما كانت في بدايات الغزو الروسي؟ أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إذن لأوكرانيا تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات دولار وقالت المسؤولة المكلفة بشؤون روسيا في وزارة الدفاع الأمريكية لورا كوبر إن هذه هي أعلى شريحة من المساعدات العسكرية من حيث القيمة الإجمالية مشيرة إلى أنها ستعزز قدرة أوكرانيا على إجراء مناورات معقدة حتى في حالة الظروف الجوية القاسية والتضاريس شريحة المساعدات العسكرية الجديدة تتألف من مجموعتين من الأسلحة الأولى من مخزون الجيش الأمريكي وقيمتها ملياران وثمانمائة وخمسون مليون دولار والمجموعة الأخرى تمثل طلبيات يتم تصنيعها بقيمة مائتين وخمسة وعشرين مليون دولار أبرز ما تشمل هذه المساعدات هو خمسون مدرعة من طراز برادلي وقادرة على حمل ستة من المقاتلين بالإضافة إلى طاقمها هذه المركبات المدرعة بالإضافة إلى مدفع الخمسة والعشرين مليمتر مزودة أيضا بقاذفة صواريخ جافلين المضادة للدبابات شريحة المساعدات الجديدة تشمل أيضا مائة ناقلة جند مصفحة من طراز أم مائة وثلاثة عشر وخمسة وخمسين مدرعة مقاومة للألغام وثمانية عشر مدفع حاوتزر إضافة إلى قنابل مدفعية ومدافع هاون وصواريخ دفاع جوي ومسدسات جنبا إلى جنب العتاد الأمريكي ترسل ألمانيا أربعين مدرعة من طراز ماردر من جهتها وقالت فرنسا أيضا أنها سترسل دبابات من القتال الخفيف من طراز AMX-10RC دون توضيح المزيد من التفاصيل حسب صحيفة نيويورك تايمز فإن المساعدات الجديدة للجيش الأوكراني تنبئ بتحول في مسار الحرب حيث جاءت في أعقاب هجومين الحقا خسائر كبيرة في صفوف القوات الروسية شمال شرق البلاد وفي جنوبها الأسلحة الجديدة تمكن الجيش الأوكراني من امتلاك قدرة أكبر على المناورة والتحرك بسرعة عبر خطوط التماس الممتدة لأكثر من 600 ميل الأسلحة الجديدة تمثل أيضا دعما لقوات المشاة الأوكرانية الساعية لاستعادة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي من قبضة القوات الروسية الغازية وكانت المساعدات العسكرية السابقة قد ركزت على دعم الدفاع الجوي الأوكراني عبر تزويده بنظام باتريوت ومن قبله راجمات الصواريخ هايمرس إجمالي قيمة المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا بلغ 24 مليار و200 مليون دولار منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي ولنقاش هذا الموضوع نضم إلينا مباشرة من برلين كبير الباحثين في المعهد الألماني لشؤون الدولية والأمنية رفايل بوسونغ ومن فرجينيا عبر سكايب كبير الباحثين في مركز التقدم الأمريكي لاري كورب مرحبا بكما ضيفي الكاربين سيد بوسونغ هل هناك حاجة لتحفيز الحلفاء؟ أليس على قلب رجل واحد؟ أعتقد أن النيتو موحد ليس هذا هو السؤال السؤال هل كل دولة مستعدة لإعطاء أولويات وإرسال أسلحة إلى أوكرانيا مقابل احتياجاتها الدفاعية؟ هل كل دولة مستعدة للتخلي عن الكثير من الأسلحة التي يستخدمها جيشها؟ المساعدات الأمريكية هي الحافز الأساسي تقول ارسلوا ذخيرة ودبابات ومواد أخرى ثم نستخدم الأموال لتعويض الأسلحة التي قدمتموها هذا هو السبب الوحيد أعتقد أن كل الناتو وحلفاء الناتو يواجهون نقصا في الذخائر الخاصة بالمدفعية هذا المال الأمريكي هو حافز آخر لزيادة الإنتاج سيد كورب من تعني الولايات المتحدة عندما تتحدث عن التحفيز؟ وما الذي يفوت في عدد هذه اللحمة؟ لحمة الناتو؟ لحمة الدول المستعدة لدعم أوكرانيا؟ هل وصل بعضها إلى درجة الملل؟ أعتقد أن ما تفعله الولايات المتحدة كما فعلت في البداية أخذين بعين الاعتبار أن لدينا أكبر جيش في الناتو وأكثر معدات وأفضلها نحن نلعب دورا قياديا ولكن دول مثل ألمانيا أو فرنسا مؤخرا أعطت عربات مدرعة المملكة المتحدة أيضا قدمت وزميلي على حق بصورة أساسية الكثير من هذه الدول لم تستوفي معايير الناتو الخاصة بإنفاق 2% من الناتج القومي الخاص بها وبالتالي ليس لديها المعدات في نهاية المطاف كل دول الناتو ستصل إلى نسبة 2% ودفاعاتها ستكون أفضل ولكن بايدن أعلن عن ثلاثة مليارات إضافية وهذا يظهر أن أمريكا لن تتراجع على الرغم أن هناك أناس خاصة من الجمهوريين الذين يقولون ربما فعلنا أكثر مما ينبغي وعلى الدول الأخرى أن تقدم شيئا هو خصص ثلاثة مليارات وكما ذكرتم نحن سنرسل مدرعات برادلي وهي من الأفضل نظام صواريخ بيتريوت وهي مارس وفي كل مرة نعطيهم أسلحة متقدمة سيد بوسونغ لا يبدو أن الدعم كان متشابها دعنا نأخذ فرنسا على سبيل المثال قبل أن نتطرق لألمانيا فرنسا على طول هذه الحرب منذ الرابع والعشرين من فبراير في العام الماضي وحتى الآن من بين الأقل مقارنة بما يعلق عليها من أمال مقارنة بالمركز الذي تتبوأه سياسيا وبالخطاب الذي تتحدث عنه وبوعود الدعم التي تقدمها للأوكرانيين وللمجتمع الدولي لماذا؟ هذا صحيح فرنسا لعبت دورا سياسيا وألمانيا زودت أكثر مما قيل أيضا هناك سياسات مستقلة من جانب هذه الدول والنيتو من ناحية أخرى فرنسا كانت تقول دائما نحن أحرار في أن تكون لدينا سياساتنا الدفاعية حتى ضمن الناتو ولها تواجد قوي في إفريقيا إذن هناك خلفية للموقف الفرنسي وماكرون لفترة طويلة يحاول أن يقدم نفسه كوسيط بين الغرب وروسيا ويحاول أن يبقي القنوات مع روسيا مفتوحة قرار فرنسا بإرسال دبابات هذه خطوة رمزية وجاءت قبل أيام من قول ماكرو نحن مستعدون لدعم أوكرانيا حتى النصر هذا كان بيانا جديدا ربما فرنسا تحاول أن تلحق الآخرين من الحلفاء الغربيين سيد كورب ما المانع في أن تكون آلية الدعم منذ البداية كانت آلية جماعية كحافز أقصد الدعم الموجه لأوكرانيا ما الذي منع أن يكون منذ البداية أي دعم موجه لأوكرانيا لا يكون بشكل فردي وإنما نحن حلفاء متفقون فيما بيننا نريد أن ندعم أوكرانيا لننشئ هذه الآلية المشتركة لتقديم هذا الدعم من الصعب من الصعب فرنسا تقدم وألمانيا تلعب دورا قياديا لو نظرت على كل ما فعلته هذا أكثر مما توقع الناس عندما بدأت هذه الحرب أخذين بعين الاعتبار تركيبة الحكومة الألمانية وبريطانيا أيضا كانت نشطة في إرسال المعدات إذن أنا لا أعتقد أن هناك إحساس بأن أمريكا فقط هي التي تقدم والآخرون لا يقومون بأدوارهم مرة أخرى مهم أن ننهي هذه الحرب بالمفاوضات وإذا استطاع الفرنسيون الحفاظ على قنوات دبلوماسية مع بوتين فربما هذا يمكن من الوصول إلى وقف اطلاق النار تركيا أيضا دولة أخرى تحاول عمل ذلك حقيقة الأمر أعتقد أن كل الأشياء إذا أخذناها بعين الاعتبار أنها تقدم أكثر مما اعتقد الناس عندما بدأت هذه الحرب سيد بوسونغ إلى أي معيار تسترد ألمانيا عندما تحدد ما سترسلهم المساعدات العسكرية وهل هناك تنازع في الاهتمام بين المساعدة التي يجب أن تقدم مدنيا لأن الأوكرانيون ضحايا لهذه الحرب مدنيا والمساعدة العسكرية التي تعزز قدرة الجيش الأوكراني على موانجة الغزو الروسي لا يوجد معيار واحد وفي الواقع هناك نقاش داخلي ساخن بالنسبة لما هي المساعدات المناسبة لأوكرانيا لم يكن أو كان هناك تغير في الموقف الألماني لأن ألمانيا بدأت في إرسال أسلحة إلى أوكرانيا والسؤال نعم نحن نرسل أسلحة ولكن منذ ذلك الوقت كان هناك نقاش بشأن الخط أين الخط؟ متى يمكن أن نتوقف عن دعم أوكرانيا خشية استفزاز روسيا وتصعيد الحرب؟ الكثير من الناقدين للحكومة قالوا يجب أن نرسل المزيد وأن نرسل دبابات قتال رئيسية والحكومة تقول نرسل أسلحة دفاعية مولدات كهرباء أسلحة دفاعية وفقط بدأنا نسير مع الحلفاء مؤخرا في هذا الاتجاه ما الذي يتم تقريرهم في ألمانيا الآن؟ هذا رد على فرنسا والولايات المتحدة لم نرسل دبابات رئيسية ولكن هناك ضغوط لاتخاذ هذه الخطوة ومحتمل أن نرى هذا بعد شهر أو شهرين سيد كورب عند زيارة زليانسكي لواشنطن تصدرت العراوين نقطة نحن سنتعامل مع مساعداتكم بمسؤولية بعد ذلك بأيام تأتي هذه الشريحة ثلاثة فاصلة وأكثر من ثلاثة مليارات دولار أكبر شريحة دعم هل سمعت واشنطن ما يطمئنها على أن أي مساعدة عسكرية تدار أو مالية ستدار بطريقة مسؤولة من قبل الأوكرانيين بصورة أساسية كانوا حذرين مثلا عندما أرسلنا نظام هاي مارس الصواريخ التي تطلق لم نرسل أسلحة بعيدة المدى تصل إلى موسكو حاولنا أن نتجنب التصعيد مع الروس ومثل نظام بيتريوت هذا النظام نظام دفاعي وعربات برادلي أيضا ستقاتل الروس في أوكرانيا ومهم أن نتذكر لو قمت بإحصاء كل شيء أرسلته لولايات المتحدة إلى أوكرانيا فالقيمة حوالي 100 مليار دولار عندما تنظر على المساعدات الاقتصادية والعسكرية والرئيس زيلنسكي خلال زيارته لواشنطن قال شيئا جيدا قال هذه ليست صدقة أو أعمال خيرية وإنما هذا لحماية الغرب وآخر شيء نريده هو أن يعتقد الروس أن بإمكانهم الإفلات من العقاب سيد بوسونغ هل الألمانيون يستطيعون على تقديم مساعدات أكثر جرأة دعنا نقول أو أكثر قدرة عسكرية بالنسبة للأوكرانيين والأوكرانيون على طول الخط ولغاية الآن يطلبون هذا النوع من المساعدات التي ستعطيهم قوة قتالية هجومية وليس الدفاعية فقط كما قال الضيف هذا النقاش طويل لا أستطيع أن تنبأ بما ستفعله الحكومة الألمانية ولكن هناك ضغوط ومحتمل جدا أنه خلال فترة قصيرة الدبابات الرئيسية ستكون على الطاولة إرسال دبابات صناعة ألمانية الفنلندا ستفعل نفس الشيء هناك دول أخرى تعتزم ذلك وسيكون من الصعب على الحكومة الألمانية أن لا ترسل الدبابات الثقيلة هذا نقاش اصطناعي حتى الآن ألمانيا ترسل مدافع هاوتسر القوية وهي يمكن اعتبارها مدافع هجومية وهناك نقاش حول الدبابات الرئيسية الضغوط من الشركاء تتصاعد وأعتقد أن روسيا ستقوم بحشد نصف مليون جندي إضافي بحلول منتصف يناير وسيكون هناك قتال شديد وليس من المحتمل أن لا تتخذ ألمانيا الخطوة التالية مع شركاتها في أي أفق زمني سيد كورب يمكن أن نرى أسلحة هجومية تعطي ميزة عسكرية ميدانية للأوكرانيين في أي أفق زمني بإمكاننا أن نراها تصل إليهم سواء من قبل واشنطن أو من قبل برلين أو باريس أعتقد أن هناك تمييز بين الأسلحة القتالية والأسلحة التي يمكن أن تهاجم روسيا طالما أن الأوكرانيين مستمرون في القتال بشجاعة والروس يحاولون أن يدمروا البنى التحتية فسنوفر المزيد من الأسلحة الهجومية كل مرة أمريكا تعلن عن عدد من الأسلحة هذه الأسلحة تكون أكثر تعقيدا وتطورا في الماضي الولايات المتحدة كانت ما كانت ترسل برادلي والبيتريوت والهاي مارس أعتقد بصورة أساسية لا نريد أن نتوقف لا نريد من بوتين أن يعتقد أنه إذا استمر في الضغط فيمكن للأوكرانيين أن يقدموا على صفقة لصالحه هو لاري كورب رفايل بوسونغ شكرا جزيلا لكم موسيقى موسيقى